ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله يجد الحكومة إلى منع الحجز على أموال الإدارات العمومية والجماعات الترابية لتضرب بذلك كل المبادئ الدستورية وتفرغ وثيقة 2011 من محتويات الجوهرية فالحكومة بهذه المادة من مشروع قانون المالية تضع نفسها فوق الدستور وفوق دولة القانون في سابقة خطيرة لا يوجد لها مثيل في التشريعات الوطنية ومن الواضح أن تمسك حكومة العتماني بهذه المادة يخرق في العمق لما يلي أولا أن الحكومة العتماني تضع بهذه المادة الإدارة العمومية والجماعات الترابية فوق القانون وتخرق مقتضايا الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن القانون الأسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع سواء كانوا أشخاص ناداتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه ومرزمون بالامتتال له فالمادة التاسعة من مشروع قانون المالية تخلق وضعية لمساوات وحالة من عدم امتتال الإدارة العمومية والجماعات الترابية للقضاء انطلاقا من وضعية لمساوات هذه ثانيا تخرق حكومة العتماني بمقتضى المادة التاسعة من مشروع قانون المالية قاعدة فصل السلطات الفصل الأول من الدستور ذلك أنها تضعف القضاء وتجعله بدون سلطة في مواجهة الإدارة العمومية والجماعات الترابية فالحكومة تضرب بذلك التطور الدستوري الذي جعل من القضاء ضمانة لحماية حقوق الأفراد وتضرب في العمق دستورا سك الحقوق ثالثا تؤشر مقتضيات المادة التاسعة على عدم احترام دولة القانون ذلك أن تطور المجتمعات يوضح أنه ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان إنه يعيش بالقوانين أيضا فنحن أمام إساءات كبيرة لبناء دولة الحق والقانون وضرب عميق لكل محاولة تجذير القانون وضرب دولة القانون معناه الذهب نحو الفوضى فالقانون ليس بإمكانه بدون الدولة أن يقفز فوق حالة اللاقانون الموجودة في المادة التاسعة من مشروع قانون المالية وغيرا فتحوا هذا القوص لتبسط الأمور للمشاهد الكريم هو أن هذه المادة التاسعة تمنع إخضاع أموال الدولة والإدارة العمومية والجماعات الترابية من الحجز تنفيذا للأحكام القضائية القبيلة للتنفيذ وهذا يعني أن الأموال لا تخرج أمر قضائي ولا حكم قضائي يقول لك أنك يعطيك الحق في أموال الدولة تستطيع الحجز للمالكومت ديالهم والممتلكات والسيارات والشيء من حقك أنك رفعت عليم دعوة وعطاك الحق القضاء هذه المادة تمنع عن التنفيذ من هذا الحكم منع إخضاع أموال الدولة والإدارة العمومية والجماعية والترابية من الحجز تنفيذا لأحكام القضائية وهذا يعني أنه يضرب القاضاء وأنه يعطل القاضاء وما كان شيء حاجة اللي خدست تكون فوق القانون أو فوق القاضاء بحل دب هذه الحكومة بغدير واحد القانون اللي يتخول لاته اللي فوق القانون نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية ترجمة نانسي قنقر